موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي عزي ملك البحري خلال لقائه قائد القوات البحرية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي يطلع على جاهزية القوات بعد جولة خليجية مثمرة وزير الدفاع يعود إلى العاصمة الموقعة عدن لتقديم خدماته مجاناً للمرضى محافظ حضر موت يرعى مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة مركز المكلة للكلية الصناعية وتشغيله موسيقى موسيقى السيدات والسادة من مبنى تلفزيون حضر موت بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة نبدأ النشرة مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي بعث اليوم برقية عزاء وموسى إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وذلك في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد الخليفة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تعازيه وأصدق مواساته لجلالة الملك وأسرة الفقيد سائلنا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ البحرين ملكا وحكومة وشعبا من كل سوء ومكروه التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي اليوم في العاصمة الموقعة عدن قائد القوات البحرية الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي عضو مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي أطلع أو طلع من الفريق النخعي على جاهزية القوات البحرية والجهود المبذولة لإعادة بنائها وتطوير قدراتها القتالية للقيام بالمهام الوطنية المسندة إليها في تعزيز الأمن البحري وحماية خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر كما استمع الزبيدي من الفريق النخعي لأشرح مفصل عن الجهود التي تبذلها قيادة القوات البحرية لإعادة تأهيل المنشآت التابعة لها ورفضها بالمعدات الحديثة والمتطورة واستعداد القوات البحرية للمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي لندر كينغ على هامشي مشاركته في أعمال منتدى صير بن ياس في دبي وخلال اللقاء بحث الجانبان مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وجدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن أعاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعيري للعاصمة الموقعة عدن بعد جولة خليجية مثمرة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وزير الدفاع بحث خلال لقاءاته أوجه التعاون العسكري ودعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف المجالات كما شارك في معرض دبي للطيران الفين وثلاثة وعشرين وقمة الحوار المنامة التاسعة وخلال عودته تفقد الفريق الداعيري المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية في محافظة حضر موت وعقد اجتماعات بقادتهما للتشديد على اليقظة والجاهزية كما اجتمع باللجنتين الأمنيتين في وادي وسح الحضر موت أكد خلالهما ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام عن البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن محمد الجابر الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز المجال الأمني بين البلدين وأشاد وزير الداخلية بمواقف المملكة العربية السعودية المساندة للشعب اليمني ودعم قياداتها المتواصل لليمن لاستعادة أمنه واستقراره مؤكدا أن هذا الدعم محل اعتزاز كل اليمنيين وتقديرهم من جانبه أكد السفير أل جابر حرص المملكة الدائم والمستمر على أمن اليمن واستقرارها وتنميتها ودعمها في شتى المجالات الخدمية والتنموية لتعزيز مجالات العمل الأمني قال وزير الأعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني أن حملات التشويه السافر التي أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية التابعة لإيران في وسائل التواصل الاجتماعي للطعن في أعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي ومحاولة إرهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة يكشف الوجه القبيح للميليشيات وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية وامتداد لسجلها الأسود بحق النساء اليمنيات وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء لإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية رفع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أصدق التعازي وعظيم الموسى لوكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهم باظاوي بوفاة المغفور له بإذن الله شقيقه سالم الذي وفته المنية أمس وغوري جثمانه الثرى بمدينة تريم وتقدم المحافظ بالتعازي لأشقاء الفقيد وأسرته كافة سائلنا المولى تعالى أن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه الراجعون رعى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة مركز المكلة للكلية الصناعية أو للكلية الصناعية وتشغيله بهيئة مستشفى ابن سيناء العام بالمكلة الاتفاقية تقضي باستلام مركز المكلة للكلية الصناعية من قبل مؤسس المركز الشيخ أحمد بن عيم ومؤسسة نهد التنموية لتمويله بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان على أن تسند إدارته التنفيذية لمؤسسة التنمية الصحية لتديره مالياً وفنياً تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى ابن سيناء كما تقضي الاتفاقية بأن يستمر المركز في تقديم خدماته مجاناً للمرضى بهدف مواصلة تقديم الدعم والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية بالمركز على أن يواصل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان لإشراف على المركز وتقدم هيئة ابن سيناء الدعم الفني والاستشاري وبارك محافظ حضرم والتوقيع هذه الاتفاقية مشيداً بالخدمات العلاجية التي ظل المركز يقدمها للمرضى مثلياً على الدعم المتميز الذي ظل يقدمه الشيخ الفاضل أحمد بن عيم الذي وضع اللبن الأولى للمركز داعياً إلى مواصلة الاهتمام بالمركز والتركيز على مجانية الخدمات المقدمة للمرضى وتنمية احتياجات المركز حضر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي اللقاء الموسع ومأذوبة الغذاء التي أقامها وجهاء حارات باسويد والبدو وجول الشفاء بديس المكلة عقالها وعضاء اللجان المجتمعية وشبابها الذين رحبوا بلاخ المحافظ مؤكدين وقوفهم ومساندتهم لخطواته الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار ولم الشمل وتوحيد الكلمة وأكدوا نيابة عن أهالي حارات باسويد والبدو وجول الشفاء وشبابها وقوفهم مع قرار السلطة المحلية بالمحافظة القاضي بوقف توريد الإيرادات للبنك المركزي وتسخيرها لخدمات المواطنين وأشهد الأعيان والمقادمة والوجهاء بجهود المحافظة ومساندته لجهود اللجنة الأهلية المتابعة لاحتواء أبنائه الشباب ومساندتهم لخدمة أهلهم وحفظ الأمن والعمل سويا من أجل نيل حقوق حضر موت وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة وقال المحافظ دعونا نتجه لتوفير الخدمات لإحياء ديس المكلة ومناطقه ومدينة المكلة وحضر موت بشكل عام اليوم أنتم أكثر قوة زاد من قوتكم التمسك بقوة القانون بالأمس كان بعضكم أو بعضهم خارجا عن القانون لكن اليوم القانون إلى جانبكم قد يقول قائل إن المحافظ قد يصنف القانون كيف ما ينبغي له ولكننا نقول إننا استخدمنا حقنا القانوني في العفو عن بعض الشباب بمتابعات وتعهدات من عقال مناطقهم ووجهائهم ليساندوا الحق ويدعموا الأمن في المجتمع وأضاف أما الذين عليهم أحكام قضائية فهذا من اختصاص ولي الأمر فخامة الرئيس الذي سنسعى معه لحل هذا الموضوع ليكون شبابنا عناصر فاعلة في المجتمع تقف إلى جانب الحق وتدعم النخبة والأمن وتسهم في اقتلاع أي عادات أو تصرفات دخيلة على مجتمعنا وتضر بأبنه واستقراره يوم سعيد أنني ألتقي بأهلي وأخواني في هذا الحي أحياءنا نحن من هنا انطلقنا وإليها نعود سعيد جدا باللقاء بكل الليجان المجتمعية واللقنة التي وصلت إلينا مشكورين على مدى أكثر من شهر ونص وهم في متابعة تكللت جهودهم بالنجاح نحن سعداء اليوم أننا نلتقي بأهلنا وبأخواننا وكأنه يتمثل أمامي البيت الذي يقول إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب على ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ما أجمل من أن تكون هناك اللحمة بين السلطة وبين الأهالي تقوى السلطة بهم وهم يقون بها نحن لا نريد أن نكسر هذه القوة في هذه الأحياء بل هي قوة لنا ولكن ننوجهها إلى مكانها الصحيح النخبة الحضرمية والأمن في المكلة هم أبنائكم ومنكم وإليكم لا نريد لهم انكسار ولا نريد أن تتجابهوا معهم قد يحصل الخطأ نصلح الخطأ ولكننا نريد قوتكم دائما وأبدا تكون من مصلحة حضرموت ومن أجل حقوق حضرموت نهيب عليكم بأن هذه بلادنا ويجب علينا الحفاظ على الأمن فيها وأن نتجه نحو ماذا نستطيع أن نفعل للأهالي من مشاريع تكون علاقتكم بالسلطة المحلية لقوتها ولأيضا ما تستطيعون أن تاتوا بهم الخدمات للأحياء ما أجمل أن تكون الديس هكذا بأيدي أبنائها رائعة أنا أوجه الشباب كلهم جميعهم أن يتجهوا إلى أعمالهم فليعود العسكري إلى عمله وليعود الذي يزاو المهنة أخرى إلى عمله وهم آمنين وأقوياء اليوم أقوياء بالقانون أيضا القانون معهم الآن أشهد الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بإقامة الفعاليات الرياضية المشتركة بين شباب وفرق محافظتي حضرموت والمهرة مشيرا إلى أن ذلك له دور في تشجيع النشاطات الرياضية وتطويرها جاء ذلك خلال لقائه في المكلة رئيس الهيئة الإدارية وعضاءها لفريق زعيم العيق الرياضي بمدرية ريدا وقصي عر الفائز ببطولة الوفاة للفقيدين الدكتور علي محمد بدينار والكابتن عادل صالح وبطاط لنسختها الرابعة التي نظمت في مدينة سيحوت لمحافظة المهرة وشارك فيها ثلاثون فريقا رياضيا وخلال اللقاء هنأ بن حبريش فريق العيق بمناسبة فوزهم بالبطولة وللمرة الثانية بعد حصولهم على لقب البطولة في نسختها الأولى عام 2017 مشيدا بمستوى التنظيم والحرص على انتظام هذه الفعالية الرياضية كل عام دشنا وكيل محافظة حضر موت سالم بن شرمان ومعه رئيس جامعة سيحون دكتور محمد الكثير بمدينة سيحون ملتقى التعليم الجامعي بوسم تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل الذي نظمه اتحاد طلاب جامعة سيحون بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضر موت مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع من اجل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل نظم اتحاد طلاب جامعة سيحون ملتقى تعليميا بأسام تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل بمشاركة نخبة من الاكاديميين والباحثين والمختصين اليوم شاركنا اتحاد العام لطلاب جامعة سيحون والذي ينفذ نشاط نوعي اللي هو التقاء التعليم الجامعي والتي يهدف الى التقليص اللي هو بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل فهذا نشاط نوعي نتمنى لهم التوفيق والنجاح والتوفيق في توصيات ومخرجات هذا الملتقى حقيقة في هذا اليوم من الايام العلمية العملية اقولها هكذا هم الشباب دائما وهكذا هو اتحاد طلاب جامعتنا الذي استطاع ان يقيم هذا الفعالية ونفذها هذا الفعل يدل حقيقة دلالة على ان المستقبل واحد من خلال الانتماء لدى شبابنا من خلال حب شبابنا والتصوراتهم المستقبلية قدمت في الملتقى ثمان اوراق بحثية تنأولت احتياجات قطاع العمل في محافظة حضرموت واسهام منظمات المجتمع المدني في تقليص الفجوة وفرص التوظيف للفتاة والتجاهات الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال ودور الجامعة في التنمية المسؤولية المجتمعية وواقع احتياجات سوق العمل والمهارات الحياتية ودورها في تحسين فرص الانتاج هذا الملتقى يحمل شعار نحو تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل نحو مجتمعا افضل يجتمع في كنف هذا الملتقى العديد من الدكاترة والاكاديميين ومدراء مكاتب الوزارات لتقديم بعض الأوراق البحثية التي تتعلق بإيجاد معالجات لسد الفجوة الواقعة والواضحة بين مخرجات التعليم الجامعي وطلاب الخريجين وما يتطلبه سوق العمل من مهارات واحتياجات تفرض نفسها على الطلاب في الواقع العمل يبعى التخرج تصليط الضوء على أهمية تواصل الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا مع سوق العمل وضرورة تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة همد باسعيدة تلفزون حضراموت سيئون تشهد مدن ساحل حضراموت أجواء صحوة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا فيما تشهد مناطق وادي والصحراء حضراموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا والآن مشاهدين إلى حرد الطقس موسيقى 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 السيدة والسادة نهاية نشرة الأخبار هذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي عزي ملك البحري موسيقى موسيقى بعد جولة خليجية مثمرة وزير الدفاع يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن موسيقى لتقديم خدماته مجانا للمرضى محافظ حضر موت يرعى مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة مركز المكلة للكلية الصناعية وتشغيله موسيقى ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بفزيون حضر موت تقبلوا تحياتي آية محمد وتحيات زميل في النشر عمار جمال وتحيات مترجمة لغة الإشارة هاني بامثقال وطأقم نشرة الأخبار دمتم بحفظ الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة